اشتركوا في القناة المتعة هكذا تكون البطولات الكبرى وخصوصا لما تبص لحجم المركاتو وحجم انفاق الاندية الموسم ده على صفقاتها انت بتكلم على صفقات تمت في الموسم ده تتجاوز تقريبا حدود الاربعة مليار جنيه بتكلم طبعا على مستوى الاندية المشاركة في الدوري فلما تكلم على صفقات باربعة مليار جنيه تنتظر انك انت تشوف لها مرضوط في الملعب تنتظر انك انت تشوف فيها كورة حديثة كورة ممتعة خالية من البطء خالية من الملل ده عن الكورة ننتظر حقيقة الموسم التاني لربطة الاندية ان احنا نتجاوز كل السلبيات اللي ظهرت السنة اللي فات مش هنقف ابدا عن الكلام عن السلبيات صحيح النسخة الاخيرة كان فيها حاجات كتير جدا ايجابية اهمها كانت عودة الجمهور تانيها اللي تطور بشكل ملحوظ جودة النقل والتصوير التلفزيوني لكن في مشكلات لابد ان احنا نشتغل عليها عشان تطور المسابقة بتوى افضل من كده واهمها طبعا قصة الفار قصة التحكيم قصة جداول المباريات واتمنى ان الربطة تقدر تنجح في مهمتها السنة دي الحادث التاني وهو الاهم البالاندور للناس كلها هتتباحها النهاردة بالليل جايزة الافضل على مستوى طبعا او على تقييم الفرانس فوتبول واحدة من اقدم الجواز اللي ابتدت في عالم كورة القدم وابتدت من تمانينيات القرن الماضي بنتكلم على جايزة يمكن عمرها اكتر من 30 سنة النهاردة واخدت شهرة واخدت انتشار كبير جدا لكن قبل ما اروح للتفاصيل دي يهمني ابدأ الحلقة مع حضراتكم بجدول تصنيف بعد طبعا منتهت مطشط دول 32 هنتكلم على 16 فريق اللي تأهلوا لدر المجموعات والتأسيمات او التصنيفات اللي اقرها للتحاد الافريقي والاهلي طبعا في صدرة المشهد الاهلي هو نمر واحد على مستوى العندية الافريقية برصيد اعتقد 78 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الترجي اللي بيجي التاني من حيث التصنيف فبالتالي التصنيف اللي ظهر قدام حضراتكم هو التصنيف النهائي فرع المستوى الاول لليه علاقة ببطل افريقي السنة اللي فاتت ولا لليه علاقة ببطل الدولي السنة اللي فاتت برضه شان نتبع الامور واضحة ونشرحها بدري بدري لها علاقة بمشاركات الاندية ونتيجها في المسافة الافريقية في اخر السنوات والاهلي طبعا يمكن انجح الاندية الافريقية تتويجا او وصولا للمباراة النهائية ففي التصنيف الأول بيجي الأهلي والترجي والوداد والرجاء وبكده ما فيش مواجهة في دور المجموعات بين الفرق دي بعد كده التصنيف التالي بيجي في سانداونز بيترو سانداونز الجنوب الأفريقي طبعاً بيترو أتلاتكو الأنجولي هرايكو ناكري الغيني والزمالك المصري التصنيف التالت سيمبا التنزاني الهلال السوداني شباب لزداد وشبيبة القبائل من الجزايا والتصنيف الرابع القطن الكاميروني المريخ السوداني فيبرز الأوغندي وفيتا كلاب الكونغولي ده شكل التصنيف لو بنقرامع بعض أو بنحاول أنه نتوقع فأعتقد أنه السيناريو الأفضل لا مش الأفضل هو السيناريو الأسهل نسبياً يعني ولو أنه طبعاً الكرة مفهش يعني قياسات تقدر تقول عليها مجموعة أسهل من المجموعة لكن خلينا نقول أنه المواجهات الأنسب أو الأبسط في دور المجموعات بالنسبة لنا تكون الأهلي مع هرايكو ناكري من غينيا معاه الهلال السوداني ومعاه فيبرز الأوغندي ده ممكن يكون شكل المجموعة الأبسط أو الأسهل نسبياً مقارنة بتركيبة تانية ممكن تكون الأصعب وهي الأهلي معاه سانداونز في نفس المجموعة معاه شبيبة القبائل أو شباب بالوزداد بعتخد أنه الفرقتين قريبين أمين بعض ويكون معاهم المريخ السوداني السوداني المجموعة دي ممكن تكون التركيبة الأصعب الأمتع أنه الأهلي والزمالك يجوا في مجموعة واحدة وهتبقى الأريح كمان لأنه طبعاً هتقلل فكرة السفر لأنه يبقى فيه مطشين بتلاعبه هنا في القاهرة وبالتالي هتبقى أريح أو أنسب من ناحية وأمتع طبعاً من نسبة للجماهير لأنه الأهلي يقابل الزمالك في بطولة أفريقيا بتبقى قصة تانية والتسعة طبعاً بذكرياتها حضرة معانا طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم على البالوندور ونرجع نتكلم على أبو صلاح اللي مكسر الدنيا بعد مواجهة الليفر والمان سيتي نروح لفاصل سريع ونرجع نبدأ حلقتنا نبدأ بقى كلامنا بين حلقة النهاردة عن البالوندور الحدث الأهم في الساعات القليلة جداً اللي جاية بس خلينا أقول لحلقتكم سؤالنا اللي موجودة على السوشال ميديا سؤال حلقة النهاردة والمرتبط بطولة الدورة اللي هتبدأ بكرا إن شاء الله وأول مواجهات اللي أهلي فيها هتكون يوم الأربع اللي جاي من وجهة نظركم إيه اللي تتمنى أنك تشوفه في الدورة المصري عشان نتدارك سلبيات الموسم الماضي إيه الجديد اللي ناستك تشوفه في مسابقة الدورة المصري نتدارك في سلبيات الموسم الماضي وتحس إنه المسابقة كل سنة بتطور عن السنة اللي قبلها لغاية لما نوصل للمكانة اللي نستحقها ونكون أفضل بطولة على مستوى على الأقل على الأقل الوطن العربي طيب نروح للبالون دور النهاردة يعني ايه كلام كتير جداً على الجايزة خصوصاً في السنوات الأخيرة خذوا بالكم أنا يمكن يعني غطيت موضوع المهرجانات والجايزة طبعاً بيبقى فيه بروباجاندا كبيرة جداً وليها مردود مدي ومعناوي وأدبي على حمل اللقب يعني لو افترض بأنه صلاح النهاردة وفق في أنه ياخد جايزة البالون دور هتبقى واحدة من أهم إنجازاته اللي بيحققها على مدار راجل حقق شامبيونز ليج وحقق بريمير ليج وخذ لقب هداف لكن قصة البالون دور قصة تانية وطموح ومشروع ورسمي لأيه لعب كرة في أي مكان في العالم بصرف النظر عن كواليسه وأنا يمكن غطيت مهرجانات أنا بكلمكم مش على مستوى مصر والوطن العربي لكن غطيت مهرجانات كبيرة جداً عالمياً يمكن مش في مجال الرياضة لكن شاركت وعارف موضوع الجوائز ده في كواليسه بيبقى فيه حسابات كتير جداً حسابات سياسية حسابات بيزنس توازنات فالقرار ما بيبقاش موضوعي بنسبة ما في المية وإحنا شفنا ده حتى في جائزة البالوندور وجائزة دابست اللي بتعملها الفيفا في السنة الأخيرة لكن على كل أحوال أهم من جوم العالم نهاردة حضرة في الترشيحات لجائزة الأفضل سواء كأفضل لاعب أو كأفضل حارس مارما أو كأفضل لاعب شاب وتعالوا نشوف الترشيحات والأسماء المرشحة لجائزة البالوندور تيبو كورتوها رغم منه طبعاً حارس مارما لكن مرشح كمان لجائزة أفضل لاعب في العالم رفاليا وطبعاً نجم الأي سي ميلان كريستوفر نكونكو جوشوا كيمتش ونجمنا المصري طبعاً إيجيبشن كينج محمد صلاح معهم ترينت أليكزاندر أرنلد معهم روبرت إيفاندوفسكي معهم برناردو سيلفا معهم لويس دياز ومعهم فينيسيس جونيور وتستمر القايمة مع وجود الفرنسي المتقلق كريم بن زيمة والمرشح الأبرز في القايمة رياض محرز نجم الجزائر والسيتي حاضر فابينيو نجم البرازيل وليفر حاضر سون نجم توتنهام وكوريا حاضر وكازيميرو طبعاً نجم السامبا ومانشستر يونايتد الحالي حاضر في قايمة المرشحين معاهم فيل فودن معاهم هاري كين معاهم ساديو ماني معاهم داروين نونيز المنتقل حديثاً طبعاً لليفر ومعاهم مايك مايجنان في الأسماء المرشحة مازلنا مع جائزة كل الأسماء دي مرشحة لجائزة البالوندور وتستمر القايمة بوجود طبعاً أبرز نجوم بلجيكا والسيتي كيفين دي بروينا ومعاهم سباستين هالر نجم كورد ديفوار والمنطق الحديثاً لبروسيا دورتموند لكن طبعاً ما شاركش وأعتقد حظوظه هتبقى ضعيفة جداً لوكا مودريتش نجم الريال أنتونيو روديجر نجم المتخب ألمانيا والريال طبعاً السندي وكريستيانو رونالدو طبعاً الدون سي أر سيفن بتضم القايمة أيضاً جواو كانسلو وكيليا نمبابي وإيرلينج هولند وفيرجيل فندايك ودوسان فلاهوفيتش نجم طبعاً اليوفي الحالي نروح بعد كده لتروفي كوبا ودي قايمة الأسماء لأفضل لعب شاب أو أفضل لعب صاعد والقايمة بتضم الحقيقة عدد من اللعبين المميزين جداً وانتظروا الحقيقة الأسماء دي عشان تكون نجوم الكرة العالمية فيه خلال سنوات قليلة جداً طبعاً كريم العظيمي مع جود بيلنجهام معهم إدواردو كامافينجا جافي وراين الحقيقة يمكن يعني بشوف أنه كامافينجا تحديداً وجود بيلنجهام وجمال موسيالة طبعاً تلاتة من أبرز الأسماء المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب معهم نونو مندز ومعهم جوشكو جافارديول ومعهم بوكايو ساكا ومعهم فلوريان نروح لجائزة تانية وهي جائزة أفضل حارس مرمى اللي بتحمل طبعاً اسم عملاق حرص المرمى التاريخي ياشين وفيها طبعاً المغربي الدولي ياسين بونو مع عليسن بيكر حارس مرمى الليفر وبرازيل معهم تيبو كورتوى حارس منتخب الجيكا والريال وإدرسن البرازيلي وحارس مرمى المان سيتي ومايك مايجنن واعتقد كورتوى بعد الأداء الأسطوري والتاريخي من وجهة نظر يعني هو المرشح الأوفر حظاً في جائزة الأفضل على مستوى حراسة المرمى مانويل ناير يبقى الحياة اسم كبير جداً لكن يمكن غيابه الفترات طويلة عدم قدرة البان على تحقيق لقب أوروبي تراجع مستوى المنتخب الألماني يضعف إلى حد كبير جداً من حظوظ مانويل ناير على الحصول على اللقب معهم طبعاً إدوارد ميندي حارس مرمى ومتخب السنغال والشنسي اللي كان يمكن حفاظ بجيزة دابست معهم يان أوبلاك العملاق طبعاً حارس مرمى أتلاكو مدريد هوجو لوريس حارس مرمى ومتخب فرنسا وطوتنهام ومعهم كيفين تراب اللي بيحرص مرمى أعتقد فرانكفورت فرانكفورت أو شتوتجرد حاجة في الدولي الألماني وتبقى فرانكفورت فرانكفورت بالضبط كده دول أسماء الحراس اللي بتنافس على جايزة ياشين كأفضل حارس مرمى في الموسم الحالي نتمنى التوفيق طبعاً لابو صلاح يعني كنت أتمنى جداً جداً أنه الليفر ينجح في تحقيق بطولة كنت هتفرق جداً مع صلاح وخصوصاً أنه كان قريب قوي من تحقيق لقب الشامبينز ليج وكان الأحق والأقدر الحقيقة من الريال كان ممكن جداً لقب البريمير ليج كان ممكن جداً تأهل مصر لكاس العالم أو فوز مصر بطولة أفريقيا يساعدوا محمد صلاح لأنه يستحقهم قدم واحد من أفضل أفضل المواسم صلاح تطور جداً واللي يشوف بدايات محمد صلاح مش هقولك بقى مع بازل ومع تشلسي ومع يعني المشوار التويلية هقولك بس بدايات صلاح مع ليفر بول يعني من أربع خمس مواسم ويشوف صلاح النهاردة يلاقي فارق كبير جداً شتان ما بين البدايات وبين المستوى اللي وصل ليه صلاح والتطور القوة اللياقة المهارة اللي التوارد بشكل كبير جداً عن صلاحه بالتأكيد طبعاً العقلية كان ممكن تساعده جداً لكن نتمنى له التوفيق وظهوره في القائمة دي في حد ذاته أعتقد شرف كبير جداً لمحمد صلاح اللي بدت عليه ملامح الغضب خلينا نعلم لحضراتكم الأسماء اللي تم إعلان نتيجتها أو مراكزها في القائمة الأسماء المرشحين لاستعرضناها مع حضراتكم لغاية اللحظة اللي بنكلمكم فيها حالياً هاري كين نجم توتنهام ونجم منتخب إنجلترا جي في المركز الواحد وعشرين في جائزة البالوندور ده رابع ترشيح لهاري كين عشان يخش جائزة أو مسبقة البالوندور نجم ليفر ترينت أليكزاندر أرنول بيجي في المركز الـ 22 في الفاضن بيجي برضو مع ترينت أليكزاندر أرنول في نفس المركز في المركز الـ 22 وأعتقد إنه في الفاضن الحقيقة بعد مشواره الرائع والموسم الأخير كان يستحق إنه هو يكون موجود فيه ترتيب أفضل من كده بيجي طبعاً برناردو سيلفا واحد من أفضل اللاعبين المهاريين في العالم في الوقت الحالي اللعيبة اللي تحب إنك تتفرج عليها في المركز الـ 22 بعد كده بيجي جوشوا كيمتش طبعاً نجم المتخب الألماني والبايرن في المركز 25 مايك مايجنن بيجي في المركز الـ 25 في نفس مركز كيمتش أنتونيو روديجر الدولي الألماني بيجي في المركز الـ 25 جواو كانسلو نجم المتخبط فيه واحد من أفضل اللاعبة بك شمال يلعب بك يمين يلعب واحد من أفضل الأصغيرة الموجودة في العالم في الوقت الحالي جواو كانسلو بيجي في المركز الـ 25 كريستوفر نكونكو بيجي في المركز الـ 25 طبعاً بيلعب في فريق العبزج وداروين نوناز صفقة بانفكا والمنتقل من بانفكا ليفر بول بيجي معهم كمان في المركز الـ 25 دول المراكز أو الترتيب من 21 لغاية 30 بس طبعاً عشان في بعض المراكز المشتركة هرجع للكلام تاني عن محمد صلاح الحقيقة يمكن معظم وسائل عليهم والصحف الإنجليزية اخترتوا عشان يكون نجم لأغلفتها في الساعات الأخيرة بعد تقلق مبارح وبعد مكان صاحب مفتاح الفوز على المانسيتي ماتش ده كان صعب جداً 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 لأكتر من سبب مش بالنسبة لليفر بول أنا بكلم بالنسبة لمحمد صلاح ليه؟ واحد تراجع مستوى ليفر بول بعد رحيل واحد من أهم اللاعبين في المواسم الأخيرة وهو ساد يوماني ألقى بدغوط كبيرة جداً 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 على اسم محمد صلاح في الملعب سواء إعلامياً سواء جماهيريا وده ما حصلش في إنجلترا بس حصل عندنا حتى هنا في مصر نمرة 2 دخول إيرلينج هالند الحقيقة في الصورة أو في المشهد في دولة الإنجليزية بمنتهى القوة والعنف ده أثر بكتير جداً وعمل أو خلى بشكل غير مباشر تحصل حالة مقارنة لا شعورية كده أنت ما بتعملهاش بس أنت في الخلفية عندك موجود دايماً صلاح كهداف للبريمير ليج وصلاح بينافس من دايوان أو من بداية أول مشوارة البطولة على لقب الهداف مداخل في الصراع يتأخر جول يتقدم جول لكن دايماً في مشهد الصدار ودايماً في النهاية بيفنش أن يكون حصل على لقب الهداف فابتعاده بفرق كبير جداً عن إيرلينج هالند صدر نوع تاني إضافي من الضغوط وبالتالي كانت منافسة أو مباراة الستي مع ليفر بول في التوقيت ده مهمة جداً جداً طبعاً بالنسبة ليفر بول لكن الأكيد أنها كانت أكتر أهمية بالنسبة لمحمد صلاح وخصوصاً أنه في الملعب ما بين 22 نجم موجود إيرلينج هالند وموجود محمد صلاح كفة مين أتقل من كفة مين فكان الهدف اللي أحرازه محمد صلاح في التوقيت ده مهم جداً 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 بالنسبة لصلاح وكنت أتوقع أنه في مباراة من النوع ده هي في النهاية قمة من قمة بالدولة الإنجليزية حتى لو كان الفرق كبير جداً على مستوى الترتيب لكن في النهاية تبقى مباراة الليفر والستي مباراة مهمة جداً كنت أتوقع من صلاح أنه يكون رد فعله حالة سعادة حالة بهجة على أقل يكون فيه ابتسامة لكن واضح جداً من طريقة احتفال صلاح بالهدف أنه كان منفعل أو كان غضباً تعالوا نشوف الصحف قالت إيه على المو في عنوانها أو خارج عن السيطرة ماجيك مومنت أو اللحظة السحرية صلاح الرائع يضرب المان سيتي نتيجة طبعاً كانت مهمة جداً لصلاح بصوا على نظرات صلاح بصوا الصورة بصوا النظرة بصوا التعبير في حالة عدم رضا في حالة زعل في حالة غضب لكن في النهاية هي كاتلودز انفجرت بشكل كبير جداً في اللحظة اللي سجل فيها محمد صلاح واحد من أجمل أهدافه نروح لميرل سبورت جود باد كاب صلاح سرايك ساتلز سينسيشنل بات ستور مكلاش أت أنفلد ويتسو أنجري بيب هافك طبعاً تعليقات كبيرة جداً كانت على ردود أفعال بيب جورديولا مبارح في الملعب ومحاولته لاستفزاز أو استثارة جماهير الليفر طبعاً نتيجة عدم احتساب هدف لإيرلينج هالند وقال هو في تصريحاته قال أنه جماهير الليفر اللي كانت خضرة مبارح في الملعب أثرت بشكل كبير جداً على قرار التحكيم لكن الحقيقة الإشادة بصلاح كانت مستمرة بشكل كبير جداً في معظم الصحف ريد هات دي طبعاً آي سبورت اللي كلمت على أنه صلاح ينهي مسيرة السيتي مسيرة اللاه هزيمة طبعاً للمان سيتي بهدفه الرائع حتى في لحظة احتفاله يعني الجارية فتحة دراعاته واحد بيحتفل بالهدف هتلاقي وشه مكشر صلاح ما كانش مبسوط الحقيقة نديجة الضغوط كبيرة جداً اللي كانت عليه بعد كده ديلي اكسبرس فورت بتتكلم على ريد هوت فيورنس الحقيقة وكلمت على أنه ليفر بول واحد من سيتي صفر صلاح يسعق السيتي والجيم الحقيقة يمكن كان أكتر من رائع والسيتي قدم مباراة كبيرة جداً ممكن تكون منعطف جديد يعني ممكن تكون تصحيح مصار الدفع المعنوية اللي خدها بفوزه على أقوى فريق في الدورة الإنجليزية حتى لو ما كانش هو الفريق المتصدر في الوقت الحالي لكن أعتقد ممكن تكون دفع كبيرة جداً لإستعادة ليفر لقدراته بشكل كبير جداً نتمنى التوفيلي صلاح في مشواره في البريمير ليجو ونتمنى التوفيلي ما عندنا نشغل أننا نتمنى طبعاً أنه ياخد مكانة يستحقها بعد موسم أكتر من رائع فاصل ونرجع لحضراتكم طيب عن البالوندور وعن الجايزة طبعاً الأفضل على مستوى العالم اللي هيتم أعلانها النهاردة بالليل إن شاء الله هنتكلم ونتكلم كمان عن نسخة الدوري الألماني اللي بتشهد مفجئات كتير جداً منها أنه فريق مش من الكبار في الوقت الحالي طبعاً من تصدر المشهد على حساب باي ميونيخ وعلى حساب ليبزيج وعلى حساب بروسيا دورتموند وهو يونيون برلين منها طبعاً قوة مستوى هوفنهايم اللي بيقدم موسم يمكن يكون استثنائي ومتقلق فيه وفرق بينه بين باي ميونيخ مجرد نقطتين وبيحتلح عليها المركز الرابع هيكون ضفنة هو أليكزندر روزين وهو نجم أينترخت فرانكفورت وأوغسبورج السابق والمدير الحالي لنادي هوفنهايم هو ضفنة في الفقرة دي من خلال طبعاً فيديو كونفرنس بداية طبعاً أهلاً وسهلاً بك شاشة الأهل وكل شكراً على وجودك ومشاركتك معنا في السادسة جيداً سأل خير بكل سور سعيد جداً بوجوده معكم يعني بداية قبل ما أتكلم عن الكرة وعن النسخة الحالية من الدوري الألماني البونز ديجا خلينا نروح لجائزة البالون دور ورأيك في فرص النجوم الأهم النهاردة أعتقد طبعاً يعني في بعض الترشيحات لكن يهمني أسمع رأيك في مستوى الأفضل كأفضل لعب كرة أفضل حارس مرمى أفضل لعب صاعد الأفضل من وجهة نظري فعلاً صعب جداً تحديد ذلك لأن هناك نجوم كثيرين من وجهة نظري لهذا العام كريم بن زمة هو الأفضل وهو من يستحق فعلاً ساهم بشكل كبير جداً مع ريال مدريد في الفترات الأخيرة وفي الموسم الماضي في تحقيق ألقاب كثيرة على سبيل المثال شامبونس ليج الأوروبي في العام الماضي ودوري الأسباني كريم بن زمة يساهم بشكل كبير جداً في تحقيق ألقاب وإنجازات لريال مدريد من ناحية الألمان أعتقد منويل نوير هو له فرصة كبيرة كأفضل حارس برما في العالم هو أفضل لعب صاعد من وجهة نظرك أعتقد أن هناك مواهب كثيرة من ألمانيا الصعب جود بيلينغم لاعب رائع وجمال موزيالا من باير ميونيخ هو لاعب صاعد أيضاً وهم من أهم اللاعبين من وجهة نظري أنا هاجي لإسم جود بيلينغم بس بعد شوية لكن سؤالي مرتبط بموضوعية الجايزة هل بتشوف في السنوات الأخيرة أنه في أسماء كانت تستحق الجايزة ولكن لم تصل لفكرة الحصول عليها يعني عمالقة الحقيقة كتير جداً شفناهم في الملاعب كانوا يستحقوا الحصول على جايزة الأفضل في العالم ولكنهم لم يحصلوا عليها وعلى سبيل المساء اللاعب مثلاً زي إبراموفيتش لعب زي إنياستا وغيرهم وغيرهم كتير هل بتشوف أنه في بعض الأوقات فيه لعبة تتعرض للظلم في الجوازة اللي من النوع ده نعم هذا أمر صعب جداً فعلاً لعبين خارقين هناك لعبين رائعين فعلاً زي مثل ما حضرتك قلت بالزبط هناك لعبين فعلاً رائعين ويستحقوا الحصول على البالوندور وفي النهاية تجد أسمين أو ثلاثة مرشحين بقوة على سبيل المساء الميسيا أو رونالدو نعم يمتلكون قوالتي مختلف ومن ناحية الرقمية والإحصائية والتسويقية هم الأفضل من وجهة نظري وهذا له علاقة كبيرة بالماركتنج بالتسويق كما تعلم والنحية الإعلامية وهذا يساهم بشكل كبير جداً في تحديد المرشح الأقوى أو الفائز وقد يساعد ذلك على سبيل المساء عندكم في مصر أو من مصر عندما أرشح أنا شخصين مو محمد صلاح محمد صلاح أيضاً لاعب عظيم رائع ويستحق أيضاً أن يكون من المرشحين الأقوياء لهذه الجائزة أثنين معك للدوري الألماني والحقيقة أنا بشوف أنه السنة دي إحنا أمام نسخة استثنائية أو نسخة بشكل مختلف عن السنوات الأخيرة شكل المنافسة مختلف عندنا فريق زي يونيوم برلين في اللحظة التي نتكلم فيها وبين قابلك بيحتل صدارة المشهد على حساب أندية كبيرة جداً زي باي ميونيخ زي بروسيا دورتموند زي ليبزيج عندنا هوفنهايم طبعاً بقدم موسم أكتر من رائع وبيحتل حالياً المركز الرابع هل بتشوف أنه في طفرة حصلت فعلاً في الدوري الألماني وأنه شكل المنافسة والفريق اللي ممكن يحقق اللقب هيكون مختلف عن السنوات الأخيرة والذي مجرد لحظة استثنائية بنعيشها وبعد كده كل الأمور هترجع لأوضاعات طبيعية في الحقيقة هذا الموسم فعلاً هو أمر استثنائي وأمر رائع كما تعلم في آخر عشر أعوام كان باير ميونيخ هو من يسود كل البطلات أيضاً في يوفينتوس في إيطاليا في فرنسا هناك باريس سينجر مان ريال مادريدة على سبيل المثال وبرشلونة في أسبانيا ولكن عندنا في البونس ليجا باير ميونيخ دائماً باير ميونيخ ثم يأتي بروسيا دورتمونت ينافس باير ميونيخ ولكن في النهاية باير ميونيخ هو الأفضل والأقوى ويستطيع تحقيق كل الألقاب أو البونس ليجا بالأخص على سبيل المثال فعلاً هذا الموسم هو موسم استثنائي من وجه ناظري موسم قوي رائع قوي هناك أنديا ظهرت فعلاً كما ذكرت أعتقد أن يونين بلين وهوفنهايم فعلاً في الأعوام الأخيرة بدأوا بكل هدوء أن يستعدوا أن يحضروا بشكل قوي بروسيا دورتمونت على سبيل المثال أيضاً بروسيا دورتمونت يعمل على ذلك منذ وقت طويل وينافس بشكل قوي كل عام أحنا ننتظر المباراة القادمة هوفنهايم يوم الأسبوع القادم أمام بايم يونيخ نحن فخورين جداً بهوفنهايم وسعداء جداً وفي انتظار هذا اللقاء القوي في بعض الناس بترى أن تجربة ناجلزمان مع البايرن مش أفضل حاجة وأنا عارف أنك طبعاً كان موجود في هوفنهايم وأنت يمكن اشتغلت معاه فترة من الفترات إزاي بتقيم تجربة ناجلزمان ورؤيتك لمستوى البايرن تحت قيادته أنا شخصياً أعرف يوليان بشكل قوي هو يعرفني تربطنا علاقة قوية نعم في بداية هذه الألفية اشتغلنا مع بعض فعلاً وعمل كمدرب أيضاً في البداية مع هوفنهايم وأنا اشتغلت معه بشكل مباشر وكنا أصدقاء وزملاء في نفس النادي أعرفه بشكل خاص وشكل شخصي نعم دعني أوضح لك ناجلزمان فعلاً قدم مردود رائع ونتائج وبرفورمانس وأداء قوي جداً في هذه الفترة عندما كان يعمل معي مع هوفنهايم نعم الموضوع هنا صعب في أوروبا هو ليس هناك ما يساعده في عملية الكوتشينج عملية الفيدباك عملية التطوير بشكل مباشر بشكل شخصي أن يجلس معه شخصاً ويقول له هناك أشياء لابد من العمل عليها فهذا ليس موجود بشكل كبير ولكن نحن هنا نشتغل على أنفسنا نطور من أنفسنا أيضاً وبالإضافة طبعاً للدراسات المستمرة كل عام نحن ندرس يوليون ناجلس من يعمل على ذلك أنا أعرفه شخصي فهو من أهم المدربين الذين يشتغلون عنفسهم ويتطورون نفسهم بشكل كبير هل فقدت المسابعة الألمال بونز ليجا جزء من قوتها ومن متعتها برحيل اسمين هم الأبرز يمكن على الساحة حالياً في كتالونيا في البارسة روبرت ليفندوفسكي وفي إنجلترا في السيتي إيرلينغ هالند في البداية لابد أكون واضح ولابد أن نعترف أن روبرت ليفندوفسكي عن هالند هم من أقوى المهاجمين المهاجمين في العالم ونرى ذلك الآن هالند مع السيتي يقدم أداء خرافي رائع أيضاً روبرت ليفندوفسكي مع برشلون دعنا نعترف بذلك فعندما يغادرون البونس ليجا نعم بكل تأكيد أنا أتفق معك سيؤثر ذلك بشكل كبير على قوة البونس ليجا عندنا ساديو ماني الآن أتى إلى البونس ليجا ولاعب كلاسيكي من وجهة نظري لاعب عظيم وساعد البونس ليجا أن تكون جاذبة أكثر للعالم كله والمشاهدين والفانس في أنحاء العالم كله أيضاً بوجود واحد مثل ساديو ماني أعتقد أن البونس ليجا أيضاً واحدة من أهم الدوريات في العالم ودائماً في التوب في المستويات العليا أيضاً في إيطاليا على سبيل المثال هناك ثلاثة أو أربع عندها دائماً هم من ينافسون عندنا في البونس ليجا دائماً تجد أن بايرن مينشن هو رقب واحد ولكن في أندية أخرى تنافس في النقطة دي تحديداً خليني أسألك خليني أسألك خليني أسألك على جزئية مهمة جداً تسمح لي يعني طبعاً معروف يعني بلغة الاقتصاد معروف أنه ألمانيا هي القطرة الاقتصادية اللي بتجر يمكن التحدي الأوروبي واحدة من أكبر وأخوة اقتصاديات العالم وانتعرف أن الكورن النهاردة بقت مرتبطة بشكل كبير جداً بالاقتصاد وبالقدرات المالية ليه الأندية الألمانية ما بتستطيعش أنها تحافظ على نجومها يعني فريق زي بروسيا دورتموند فريق زي ليبزيج وغيرهم من الفرق ليه ما فيش قدرة الأندية الدورية الألمانية على أنها تكون بتستقط بالنجوم بدلاًا ما تكون طاردة أو مصدرة الأهم وأبرز نجومها والكلام مش بس على إيرلينج هالند وليفندوسكي لكن الكلام حتى على موهبة بروسيا دورتموند حالية جود بيلينج هام اللي أعتقد أنه سيرحل بعد موسم أو أقل عن صفوف بروسيا دورتموند السؤال سهل جداً أن أجاوبه نعم أتفق معك أن من ناحية المالية والمادية ألمانيا وحيدة من أقوى البلاد من ناحية الاقتصادية ولكن ليس كل الأندية تنفق أموال من أجل اللاعبين أو من أجل استقطاب لعبين نعم هم عقلاء بعض الشيء في استقطاب لعبين نعم هم يتتبعون اللاعبين في العالم كله دعني أوضح لك الفرق بين ألمانيا وإنجلترا إنجلترا على سبيل المثال نعم هناك استثمار كبير هناك مستثمرين يتدخلون ويصرفون ويضخون أموال كبيرة على العكس من ألمانيا ألمانيا حارسين جدا هناك بعض قونين التي تحكم ذلك ولكن في النهاية دعني وضح لك أن في النهاية كل اللاعب يبحث عن الكرير الذي يناسبه أيضا ولكن الأنديا الألمانية لا تدخل كل هذه الأموال مثل الفرق الإنجليزية أو في البريمير ليج هذا هو أسألك كمان عن نجم الكرة المصرية عمر مارموش اللي بيتقلق ويمكن أن تبعت يعني زي هايلايتس لآخر مشاركته مع فريقه فولزبورج وتسجيله لهدف أكتر من رائع إزاي بتشوف تجربة عمر مارموش في ألمانيا وتقييمك لمستوى أنا أرى عمر هو لعب رائع لعب فعلا استثنائي لعب مع شتودكارت العام الماضي على سبيل العارة في موسم أو نعم ظهر بشكل رائع وقدم مردود ومستوى الرائع جدا وأداء رائع مع فرانكفورت ومع فولزبورج عادة مرة أخرى في فولزبورج كما نعلم نعم أعتقد هو يساهم في إحراز أهداف سريع جدا من ناحية السرعة من ناحية القوة من ناحية هو لعب فعلا قوي ورائع فعلا أنا أتابعه بشكل شخصي هو لعب فعلا يتم تصنيفه من اللاعبين الرائعين الأقوياء أليكساندر روزين نجم طبعا فرانكفورت وأوكسبورج والمدير الحالي لنادي هوفنهايم بشكرك شكرا جزيلا ومشاركتك معنا النهاردة في السادسة والحلقة المستمرة مع حضراتكم نروح للفاصل ونرجع لكم على طول تكلم طبعا على أول طلة حليا طبعا الموسم ده لنادي الأهلي مطش بعد بكرة إن شاء الله في مواجهة الإسماعيلي كانت مباراة يعني بتحالي أعتقدنا لسه برضو يعني بتحتفظ بجزء من أهميتها يبقى الأهلي والإسماعيلي رغم الفوارق طبعا واللي يمكن نحن بنتبع التقريب شوفناها على مستوى النتاج والأداء والألقاب والبطوات في السنوات الأخيرة طبعا في مصلحة النادي الأهلي لكن زمان المطش الأهلي والإسماعيلي ده أنا فاكر كان حاجة يعني يوم عيد للكرة مصرية وكان يمكن أهم مباراة في مصر بتيجي بعد الأهلي بالزمان الكعطول لكن على كل أحوال كلامنا دلوقتي حلقة خلينا نقول كده أو كلام للتاريخ تحديدا بس أهدف به تاريخ 30-6-20-23 موسم أو التاريخ المعلن لانتهاء بطولة الدوري الممتاز اللي هتبدأ كمان أقل من 24 ساعة واللي أتمنى فيها أن أشوف نقلة نوعية يعني يعني وخدوا بالكم النقلة دي مش مسؤولات القائمين على البطولة بس دي مسؤولات التحد كورة ومسؤولات ربطة أندية ومسؤولات أجهزة فنية ومسؤولات لاعبين ومسؤولات جماهير ومسؤولات أعلام رياض كل واحد ليه جزء في المنظومة دي عشان نشوف مسابقة طليق بإنها تكون المسابقة الأقوى بقلتش نشوف دوري إنجليزي ولا دوري إيطالي ولا دوري ألماني لكن نشوف دوري الأقوى على مستوى الوطن العربي على قلة أدير ودي حاجة إمكانياتنا تسمح أدواتنا تسمح أن نحن نحظى بالمكانة دي خلينا نرحب بأستاذ جمال الزهيري أستاذنا طبعا واحد من الشخصيات اللي أنا بحترمها جدا وبحترم صرحته جدا جدا قبل ما نبتدي الموسم توقعاته رؤيته أمنياته للموسم الجديد إيه خلينا نرحب بيه بس بداية نقول له أهلا أهلا بيك في السادسة منور الدنيا منور يا أحمد باشا الله يخليك سنتين في قناة الأهلي يا أستاذ جمال كلام جمهن ده صراحة حسيت أنه حالة الرياضة في مصر بكل المسؤولين عنها رؤساء قندية مجالس إدارات أجهزة فنية لعبين جبهور سوشال ميديا إعلام رياضي عرف حضرتك اللي عنده بيت كبير قوي وواسع جدا وسايبه وكل العيلة متكربسة فوق ده متر في متر في حالة زحام في حالة نزاعات في حالة أزمات أو افتعال أزمات وفي النهاية الملعب كله المساحة فاضية جدا ما فيش حاجة بتتغير أو بتتطور هل تتوقع أنه يعني توقعتك لبداية الموسم ده وإيه اللي تتمنى تشوفه فيما يتعلق تحديدا بمسابقة الدولة في موسختها الجديدة أول حاجة نتمنى طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وبرحب بوجودي معاك يعني وسعيد بوجودي معاك تنعور الدنيا دايما ربنا أخذ ديك وطبعا أول الأمنيات أن المسابقة تكون منتظمة يعني مسابقة الدوري العام من ناحية المواعيد تبقى منتظمة والحقيقة أنا كان نفسي قوي مع بداية إعلان قرعة المسابقة تبقى المواعيد محددة يعني إحنا يمكن لغاية النهاردة ما فيش إعلان كامل للجدول يعني عارفين في جدول بس فيش تواريخ ما فيش تواريخ وده شيء يعني أنا كنت بتمنى أنه من البداية لا يبقى التواريخ محددة ما أراش في المواقع وفي الجرائد وكلام ده أنه فيه تسريب للأسبوع الأول يعني إيه مش فان يعني إحنا بنقول أنت جالس نمضة أولا آه لا إحنا عاوزين مسابقة زي الدنيا كلها أي زي كرة القدم على المستوى العالم فتبقى عارف أولا المدرب واللاعب كل أطراف المنظومة وهم بيشتغلوا بيرتبوا نفسهم على المواعيد يعني ما ينفعش أن أنت تبقى عارف هتلعب النهاردة ومش عارف هتلعب تاني أمتى أي فطبعا دي نقطة أعتقد كمان أنه الأستاذ أحمد دياب كان قال أنه هيعلن الجدول النهاردة النقطة دي تقريبا تقريبا يعني دي بيعملاش علاقة بشغلي دي هي علاقة بإني واحد من الجمهور تقريبا منتكلم فيها بقالنا 30 سنة يعني منيجي في أول كل مصر ما هي صعبة قوي كده ما هو سؤال لا هي لو صعبة جدا بالشكل ده يبقى أبسط الأمور يعني أنت إزاي بتفكر أو هتفكر أنك تنظم مثلا مونديال أو أولمبياد أو غيره لازم الأول أنت مسابقتك للأصلية المحلية تبقى واضحة المعالم أنا بقول ده أمنية برضو أو تقدر تقول هي أمنية قديمة بس برضو بكررها تاني أنه أنا كنت بتوقع أنه مع إعلان القرعة شيء كويس عملت القرعة وفرق عرفت هتلاعب بعضها إزاي يعني الترتيب بتاع الماتشاط لكن إمتى ده نقطة مهمة جدا فكان يجب أو كنت أتمنى وحنفضل بقى نتمنى لغاية ما تحصل أنه يبقى أنت عارف أعتقد أن ده هيكون مطلب أساسي لكل المديرين الفنيين يعني النهاردة المدير الفني ده ما بيلعبش موارا يقولوا لعب بكرة يلعب لا أكيد بيعمل برنامجه التدريب وخصوصاً أن الارتباطات الدولية على مستوى الأندية أو مستوى المنتخبات محددة مسبقة بالزبط فكان دايماً بيتقال أصدرنا مش عارفين مطشاط الأهلي والزمالك وفرمت طول عمرنا المسابقات الدولية والحاجات دي بسبق محددة ومعروفة طبعاً بنتمنى في أقرب وقت برضو أن الأمور كلها تبقى واضحة بخصوص مواعيد المباريات لأن ده بقولك أعتقد أن دي أكبر مشكلة بتواجه المديرين الفنيين طيب سنة تانية أفتكر الزمان وإحنا صغيرين إحنا بقى إنتوا كنت لسه يمكن لكن أنا فاكر أنه كان جورنان اسمه التعاون الرياضي كان بيطبع جدول الدوري كتايب صغير جداً وإحنا أطفال كنا بنشتريها وبنقعد متابعين وبنسجل فيه النتائج المتشاط ده الكلام ده من زمان جداً فإيه المشكلة حنقولها فيه ارتباطات وارتباطات دولية وأفريقية وقرية والكلام ده كله بس برضو لازم يبقى إحنا عندنا على الأقل إحنا عارفين الأساسيات أي فندم أنا أعلنت عن بداية ونهاية يعني أعلنت أن الدورة يبتدي 18 وهيبتدي 30 إيه اللي في النص وده اللي يمنع بما أن أنا عارف أن المسابقة محددت المدة هتبتدي يوم كذا وتنتهي يوم كذا وعندي فيها 34 أسبوع لا وأنا عارف مثلاً أن الشهرين القادمين مش هيبقى فيهم حاجة مظبوط وإحنا دلوقتي تبقى فيهم كذا ألم طبعاً بس يعني ماشي لا لغاية مثلاً وقت شهر شهرين أنت عارف أن أنت عندك الوقت المتاح بالنسبة لك تلعب يوم كذا من ضمن الحاجات إحنا بنتكلم على أن الدولة النهاردة بتنادي أو بتطالب بأنه المتشاط تتلعب نهاراً عشان الكهرباء تمام ده شيء جميل وإحنا مع هذا الاتجاه طالما حاجة بتخدم البلد إحنا معها طيب ما تعمل النظام بتاعك ده وطبقه بقى يعني أنت عايز تلعب متشاطك اعمل الجمعة والثبت والحد مثلاً تمام متشاط الدوري يعني أقول أنت هتبتدي الأزوار الأول طيب أنا أكتفي بجزء ده هكتفي بجزء ده في جزء تنظيم المسابقة تمام أنا عايز يعني نحدد أدوار كده إنه جمهور عليه مسؤولية طبعاً الأجهزة الفنية والفكر الكروي الكرة بقى المنتج النهائي اللي الناس مخترر إنها بتشوفه بيبقى مصدر مصادر المتعة والبهجة حالة الكورت القدم اللي نشوفناها أو بنشوفها في الدولة الإنجليزية نشوف حاجة شبهها كده في الدولين المصر نشوف منافسة على صدارة البطولة أو لاش صدارة البطولة منافسة على المربع الزهبي في البطولة بين 7-8 أندية ويتبقى المنافسة على الهروب من الهبوط يعني عدد أقل من الأندية يعني نرجع للشكل الطبيعي لأي مسابقة في الدنيا بالضبط يعني خلينا نقول الجهة التنظيمية شايف إنه نمر واحد الجزئية الخاصة بجدوة المسابقة هل شايف إنه فيه حاجة تانية في إيديها وخصوصا نحن نتكلم على سنة تانية موضوع الجمهور ربطة خدت خدت أعتقد تجربة أو خدت في سنة أولى في سنة أولى درس خصوصي نقدر نقول إنه كان سنة أولى بالنسبة لربطة الأندية جيد ما قدرش أقول إنه هو سيء لأن انت بتبتدي تجربة جديدة اللي هي ربطة الأندية هي المسؤولة عن المسابقة إلى حد كبير أنا بقول إنه هما نجحوا والسنة التانية ولذلك موضوعنا اللي كنت بتمنى إيه إن أنت كل ما السنوات كل ما الخبرة تزيد كل ما أنت يبقى عندك تطوير في حاجة مظبوط وخبالك أي أنت بتعمل تقيمي لنفسك بأي حد في الدنيا بيخلص سيزن أو بيخلص سنة دراسية أو بيخلص وبيقيم هو عمل إيه بيقيم يوشوف أنا عملت إيه كويش ومشتاك يعمل إيه عايز أعمله حلو الجزء الثاني الخاص بالجمهور الجمهور إلى الوقت اللي إحنا فيه طبعا فيه نجاح لتجربة عودة الجمهور بشكل متدرج كنا نتمنى العدد يكون أكبر لكن ما يضرش لا بأس يعني مش مشكلة أما يبقى العدد بيزيد بكمية قليلة المهم أن في النهاية هو ستة آلاف مبدئيا يعني من حالة اللي إحنا شوى أصلي كان بيروح للسنة اللي فاتت ولازم نديهم تحية جمهور اللي ظهر في ملاعب الدولي دولي كانوا أكثر من رعاين وكانوا ملتزمين ما هو ده اللي بيشجع الدولة أو المنظمين بس اللي عايز أقوله أنه حتى لما كانوا بيبقى 2000 و2000 ولا 1000 ونص و1000 ونص كنا بنبقى حاسين بروح الجمهور في المدرجات حلو جدا ما يبقوا ستة كويس برضو فيه تطور مش مهمة كمية المهم أنه نوعية الجمهور نجحة وكمان نوعية الإشراف على دخول الجمهور من خلال شركة تسكرتي أعتقد أنه ناجح ليه؟ ابتدى حتى شركة تسكرتي يعتمد عليها في أمور أخرى في الحفلات الفنية والاحتفالات بشكل عام فشيء كويس يعني أنت بتاخدها تجربة واحدة واحدة وكلما نجحت كلما ده بيزود عدد الجماهير اللي ممكن تحضر التحكيم صعب نستنى منه وطفرة نوعية السنة دي؟ لا التحكيم أعتقد أنه حياخد وقت شوية بس بوجود الخبير الأجنبي كلاتنبرج أعتقد أنه ممكن يكون أكثر انضباطا تمام خلينا عفع عند الجزية دي لأنه فيها فيها كلام كتير جدا وخصوصا مع بداية الموسم يعني فقط التحكيم مصري خارج الحدود حقيقة موضوع عامل مشكلة كبيرة جدا لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع أستاذ جمال الزهير يضفنا النهاردة في أسا دسا هي يعني الرسالة اللي بتتوجه ولازم أقول قبل ما أقول رسالة لازم أقول أن ده ما لهش أي علاقة لا بالأندية جماهرية كانت أو غير جماهرية ولا بالجمهور ده لي علاقة ب صمعة أو أقول هيبة التحكيم المصري اللي بعتقد أن أكتر ناس مفترض تبقى غيورة عليها وأكتر ناس مفترض تبقى حريصة على استعادة الحكم المصري لمكانته مش بس جوه مصر كمان بره مصر هم الحكام نفسه ومع كامل التقدير لإسم مارك كلاتنبرج وأنا في يوم الأيام قلت هنا أنه أنه المانع زي ما بنلجأ لمديرين فنين أجانب على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية يقدروا يعملوا بصمة يعملوا نقلة ينقلوا خبرة أنه ما نستعينش في يوم الأيام بأحد يكون أجنبي يقود مشوار الحكام في مصري وقد كان تم تعيين كلاتنبرج مع كاملة احترام والتقدير هو أبدا لن يكون أكيد غيور على اسمه وغيورة على أنه تجربته تنجح هنا في مصر لكنه مش هيكون غيورة على هبة التحكيم المصري وصمع التحكيم المصري زي حكامنا المصريين التحكيم السنة على المحك ومحتاجين أنه حكامنا يقدمه موسم ناجح كون نتكلم عن التحكيم حسب على فطولة قيلة والسنة اللي فاتت يعني يمكن احنا الأهلي الحقيقة عانى بشكل مباشر ومؤثر جدا مع القرارات التحكيم الأهلي عايز أكمل الأهلي وأندية كسيرة بس مكنش الأهلي هو الصوت الوحيد اللي بيشتكي من موضوع التحكيم على الأهلي في سباء المنافسة على البطولة بالضبط لكن أنا بتهالي السنة اللي فاتت مفيش نادي مشتكاش من الحكام ومشتكاش من التحكيم والمقلق بالنسبة لي الخطأ الفادحة الحقيقة الدنيا كلها كانت مقلوبة عليه في أفريقيا طبعا مطش الترجي بالضبط الهدف مبرار وحيد اللي تم احتسابه نتيجة راكل الجزائق طبعا غير موفق على الإطلاق إبراهيم نوردين في احتساب هذه اللعبة لأن اللعبة واضحة قوي من خارج منطقة الجزائق بمسافة يعني يعني معرفش هو إزاي حتى زي ما كنا بنقول لو ما شفهاش تبقى جريمة أكبر لكن هي واضحة إن هي مش جوه منطقة الجزائق من البداية يعني والقرار قرار أستاذ جمال قرار فرق في نتيجة نتيجة مفصلية ده مش مطش ممكن تعويده ولا فيه هتأخذ تلاتة بند أنت طلعت فريق كان هو الأقدر بالوصول لدور المجموعات ودخلت فريق مشكلة الأخطاء التحكمية في كده إن هي حتى لو جيل حكم قال أنا ما أقصدش طب ماذا استفاد الفريق المتضرر أي كان اسمه إحنا ألفوا به بيلعبوا ألف أو به إحنا ما يهمناش ده مين مهم كل حد ياخد حقه إنه كل واحد ياخد حقه فلما يكون بقى ده البداية لا أعتقد إنه برضو كلاتنبرج كراجل طبعا هو بتتفق معك إنه هو مش هيبقى غيور على التحكم المصري أكتر مننا مزبوط بدليل كمان إنه هو قالك أي فريق عاوز حكام أجانب أجيب له يعني هو مش فارق معه الحتة دي قوي وبعدين إصلاح التحكم هل حيبقى من خلال حكام الدوري الممتاز فقط ولا بقية الدرجات ما أنت لازم برضو وإنت بتصلح منظومة التحكم لازم يتقوله يبقى من تحت كمان وهي دي المشكلة بضلا يتسدق أستاذ جمال إنه أنا في يوم يعني قبل فترة الراحة السلبية يعني وقبل الأهلي ما يبتدي يخش في موضوع المركات والصفقات ده كنت بتكلم على موضوع الصفقات وقلت لإدارة النادي لأهلي قلت دي رسالة أتمنى أنها توصل للمسؤولين ولإدارة النادي لأهلي إنه نعتبر فكرة أو بجت ميزانية التحكيم كأنها صفقة لأهلي بيشتري فيها لعيب أجنبي وبالتالي كل المطشاط اللي ممكن تبقى مهمة أو صعبة تحكميا يلجأ لأهلي فيها للتحكيم الأجنبي مقدما حتى وإن كان ده لا أنا بس اللي عايزة أقوله لك والإحساس هو أنا يعني وأنا بقول الرسالة دي أنا كنت متضايق إن أنا بقول كده وإحنا عندنا حكام مصريين بتقول كده من مستوى التحكيم أو من كم الظلم اللي بيتعرض له فريق النادي الآلي يعني ده اللي بيخليك تقول كده إنما إحنا لا لكن عندي شعور برضو من جواب يعني أنا مش مرتاح وأنا بقول ده لكن الحقيقة التجربة مش بس المسلم اللي فات أنا هحط معا الموسم اللي قبله كمان تخليك تقول لك طب أنا أقمى يعني أقفل الباب ده الباب اللي إحنا عندنا مثلا يقولك باب اللي بيجيلك منه سده إقفل بقى الباب ده خالص واعتبر وسدي كأنه صفقة من الصفقات طب خلينا نستعرض كده بعد أراء النس وإنما عايز أجيلك في النسة في الإعلام الرياضي بقى لأن الإعلام الرياضي عندنا الحقيقة للأسف محتاج وقفة كبيرة جدا محمود الميري بيقول العدلة التحكمية يعني أول حاجة بدأ بيها التحكم برضو سرعة في اتخاذ القرار في تقنية الفار مهمة جدا جدا اتفق معك جدا يا محمود بناخد وقت ما بشوفوش في أي حتة في العالم حضور جماهير بعدات أكبر هيحصل ولو التجربة نجحت أراهن على أن العدات تزيد وده في إيد الجمهور وده في إيد الجمهور الكرة في ملعب الجمهور مظبوط كده أستاذ جمال عدم الاعتماد على حكام بعينها لمباراة القطبين لأهلي والزمالك واستخدام كاميرات أفضل في كل اتجاهات لنقل المباراة أنا في النقطة دي خلينا أقول أن واحد من إجابات السنة فاتت كوالة الصورة لا الصورة في النقل وجودة النقل والبس اتطورت كبير كتير في السنة اللي فاتت يمكن الزوايا الكاميرات والحاجات دي دي بيبقى لها متخصصين فين تحط الكاميرا وارتفاحها إيه وحاجات دي بتحكيم على مستوى الحياة بقى لك دون احتواء ما هي بقى سلوجا خلاص قصة احتواء دي بقى محمد عبدالتواب بيقول الكيل بمكال واحد لكل الحكام ومساعدينهم التزام الاعلاميين وللستوديوهات بالحيادية يعني ممكن لأولانية ممكن ممكن لأولانية يحصل جزء منها التانية دي فيها كلام كتير وأستاذ جمال وأستاذنا طبعا هو اللي هيقول ويتكلم محمد حسين التحكيم ثم التحكيم ثم التحكيم ماشي عدالة التحكيم المصري والشفافية بين كل الفرع وان شاء الله الدولي الأهل ان شاء الله ده كريم الجميل أبو جمانا ماشي عبدو شريب بيقول إدارة البث ومخرجين المباريات تحتاج تغيير جزري جزري دي صعب قوي يعني حكم صعب قوي لكن خد بالك أنه نقل المطشاط مش مش زي نقل أو تصوير أي حاجة تانية محتاج وضع على فكرة يعني ما فيش برضو ما يدعو أبدا للخجل من إحنا نقول إن إحنا نجيب ناس متخصصة تعلم أو تقول إزاي بنحط الكاميرات عشان خد بالك أنه نجاح تقنية الفار مشعير مرتبط بشكل كبير جدا بجودة النقل وزوايا التصوير عشان تكون جودة التصوير ومشاهدة عالية طيب صالح محمود عودة تروح في الملعب والأداء الحقيقية لعيب الأهلي وحل مشكلة ضيعة الفرص السهلة للتهديف ده فيما يخص نحن دي بس دي نقطة مهمة نقطة مهمة جدا تمام طيب رأي كيف التعليقات يا شخص جمال لا هي تعليقات كلها طبعا واضح إنها من خلال تجربة الناس شايفة حاجات معينة ومعتاردة عليها أو لها ملاحظات عليها إنما حاجة برضو على جزئي طبعا التحكيم أنا متفق إنه هو واحد واثنين وتلاتة لإن ده اللي بيوفر ده لو نجح التحكيم السنة دي أعتقد يني المسابقة كلها نهلة ثانية طبعا وكمان موضوع الكاميرات واختيار الزوايا والكلام ده لابد أن يتم بالتنسيق مع الحكام أي يعني مع الفار مع غرفة الفار لازم يبقى معروف إنه عشان ما يجيش بعد كده واحد يقول لي ده اللقطة مش كفاية فلازم يبقى فيه تنسيق في هذه النقطة النقطة كمان المهمة اللي هي نقطة أن الدوري هذا الموسم سيكون الفرق كلها احنا شفنا فيه فرق عملت صفقات بالجملة احنا متكلم على أربع مليار جيني وفقتها الأندية المصرية تقريبا معنى كده إنه فيه استعدادات قوية جدا من الأندية إنها تخش في المنافسات بشكل قوي وبناء برضه على اللي تم من الموسم اللي فات أنا بتمنى حكاية أنصاف الفرص دي يتشاف لها حل يعني الفريق بكلم على فرقتنا يعني آه أنا بتكلم على فرقتنا دلوقتي البداية بتاعتهم مع مارسل كولر أنا بشوف إنه الراجل حط إيده على أشياء مهمة جدا وابتدى يزبط الأداء في الخطوط المختلفة يعني هو بقى عنده ولما تشوف المبارتين الأخيرتين أمام الاتحاد المنستيري لا يعني هو استقر دلوقتي على الاتنين قلب الدفاع يعني أنا بعتبر محمود متولي إعادة اكتشاف طبعا بعتبر محمد عبد المنعم مكسب كبير طبعا في هذا المكان ينقصه حاجة واحدة أول موسم بيبدأه من أوله آه ينقصه حاجة واحدة قليل من الهدوء بأنه هو بيبقى متحمس جدا جدا وهذا المركز فيه خطورة يعني أي شيء ممكن يعرضك لمشاكل هو طبعا أداء فنيا على مستوى عالي جدا طبعا عودة أكرم دي حاجة يعني أنا بقول أنها صفقة رائعة في هذا المركز بالإضافة لوجود محمد ياني علي معلول برضو بدأ وكريم خواد عشان من الصغوش طبعا كريم مفنش الموسم ورايح منتخب لكن هي الفكرة أنه هو الراجل بدأ يحط إيده مثلا برونو سافيو له أدوار مختلفة واضح جدا أنه كولر بيعتمد عليه في دي حاجة جابولك مين على الشاشة علي معلول جابولك علوله طبعا برونو سافيو مثلا شفنا برضو حمدي فاتحي سوبر حمدي آه يعني فيه فيه شغل كتير اتعامل خلال الفترة الماضية آه كادرينيو وأحمد عبدالقادر مرزيل ابن اللازين أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر برضو أحب أقول حاجة يعني هو لعيب لغبار عليه طبعا يعني بنهمس في أذنه بحاجة واحدة احنا عارفيني يا أحمد أنت فنان فيه مواقف معينة لو لو تصرفت في الكرة بشكل جماعي ده هيبقى أفضل أي لأن فيه فرص ممكن نص فرصة تفرق جدا مع النادي الآلي وخاصة أن أنت محتاج في المرحلة القادمة آه آه يعني موضوع أنك تستنى أو أو الفوز يتأخر ده شيء خطير ومؤلئ جدا فلابد من الحسم المبكر وده لن يتحقق إلا بالفرص أي والاستغلال طاهر عندك طاهر محمد طاهر برضو واضح أنه هو راجع بشكل مختلف أنا عايز أقول أنا عايز أقول أنه كولر يعني مش اختار التشكيل ده التشكيل اللي هو بدأ به أي ما اختاروش اثباطا لا اختارو بناء على دراسة كويسة جدا ومع ذلك محافظ على اللعيبة اللي برا الخط يعني اللي ما ظهرش مع القايا غدا الوقتي فرقة تاني بالضبط يعني يعني ياسر واضح أن علاقته باللعيبة هو عارف يتعامل معهم ويحتويهم وده شيء كويس لأي مدير فني يعني مدير فني أما يبقى علاقته كويسة باللعيبة واللعيبة قاعدة وهي مقتنعة أن هي هتاخد وقتها في الوقت المناسب أو فرصتها فبتبقى مقتنعة وبتبقى اللعيبة كلها قلبها على الفرقة يعني اللي برا يعني احنا شوفنا أفشة موجود برا ونزل لعب ومقادة بشكل كويس حمد هاني واخبالك يعني فيه كل اللعيبة أنا شايف أن هم متحمسين وده مهم جدا لأن أنت مطالب أو الفرقة مطالبة هذا الموسم يا أستاذ أحمد باستعادة الراونق بتاعها طيب ده اللي احنا محتاجين أنا هبعد بقى عن كل دول واجي لملعبك وحتتك وخبرتك ومشورك الإعلام الرياضي ومفترض وأكيد مفترض وأكيد هكذا تعلمنا يعني أنه الإعلام فصائل الإعلام قادرة تغير كتير من المفاهيم المغلوطة وقدرة تصحح المبادئ وقدرة مفترض تخط خطوط عامة للثقافة والوعي ده دورها وهي أداة حجم تأثيرها في الوعي العام والرأي العام كبير كده أكيد هل بتشوف أنه الإعلام الرياضي مش بس المسلم الأخير في السنوات الأخيرة مهتم وقادر يأدي الدور ده ولا السوشيال ميديا غيرت من طبيعة اهتماماته أولويات بقى في خلط بين السوشيال ميديا والإعلام اللي بنسميه إحنا الراصين اللي هو الناس تتفرج عليه من خلال شاشة شاشة محترمة معترف بيها تختلف تماما عن أنه نطلع أقول أي كلام مش محسوب بمعنى إيه أن مثلا الستوديوهات مع كل الاحترام فيها ألوية وفيها زمالكوية مش مطلوب منك أن أنت تبقى في الستوديو التحليلي الكروي أنك أنت تبقى مع فريقك ظالما أو مظلوما وبرضو في قدر معين من الجوانب الفنية لازم تتكلم فيه بمعنى إيه أن أنت مش بتقعد بالتيشيرت بتاع النادي آه ده مطلوب بس كمان لما تلاقي حاجة فيها ناحية فنية قلها يعني أنا مش بطلب بقى أرضه أنه ما يبقاش فيه انتماءات والانتماءات موجودة شأن أبينه وكانت موجودة منذ قديم أنا أتفهم معيك بس النهاردة فيه متغير اسمه السوشال ميديا ففي أغلب الظلم أو فيه أوقات كتيرة جدا فيه أوقات كتيرة جدا أنا بحس أنه اللي بيظهر أعلاميا على قنوات تلفزيونية أو حتى بيكتب مقال أو بيكلم حتى في الراديو بيبقى مش هدفه المتلقي المباشر بقدمه هدفه فكرة البوست اللي هينزل ترند أو أنه الجزء ده أو أنه حجم المسؤولية بيختلف فلوحها بيختلف لو هو عاوز السوشال ميديا أو بيخاطب السوشال ميديا عنده السوشال ميديا مفتوحة على البحري اللي عايز يطلع بالموبايل بتاعه السوشال ميديا مش هتديله الفلوس اللي بياخدها في قناة لا ده موضوع بقى تاني لا هنا بقى ما أنا عايز أقول برضو فيه فرق فيه فرق وانا لو مش متشافع يعني إحنا إحنا مش في قناة الأهلي لما بنيجي نتكلم على ماتش الأهلي مش بنتكلم على المميزات والعيوب مزبوط ولو فيه أخطاء بنقولها مش لازم أن أنت تضخمها يعني ممكن آه أنت في قناة الأهلي وراجل أهلاوي مش لازم أن أنت تضخم ما بطلبش منك ده بس في نفس الوقت لا تقصو تماما على الفرق الأخرى أيه ومنستحمل كتير هنا بقى أنت عندك التزام شوية بقصة إيه أن أنت مش عايز ترد على الإساءات بنفس الطريقة وده شيء محترم على فكرة مش وحش قد يبدو أن أنت يعني أنت غلبان ما بتردش لا مش غلبان وأسعى الحاجة أن أنا رد أسعى الحاجة أن أنا لو الموضوع كلام أسعى الحاجة أن أنا رد عليك بنفس الطريقة فهي الفكرة فكرة إيه أنه إعلام رياضي طبعا ما فيش عيب أبدا أنك بقولك تعلن انتمائك يعني عما يبقى فيه مزيع أو محلل معروف أنه بينتمي للنادي الآلي أو النادي الزمالك حقه ده شرف لي ولي ولكل لكن هي الفكرة أن أنت ما تستغلش بقى المنبر اللي أنت فيه أن أنت تسير الفتن يعني أنت تكلم على كل قدر لو قلت لك أنه وعلشان ما أقدرش أعمم في حاجة زي كده لكن أنه معظم وسائل إعلام النهاردة بقى فيه إحساس عند قاعدة عريضة مش هقولك كل ولا هقولك أغلبية بس عند قاعدة عريضة أنه أغلب وسائل إعلام المعنية بالإعلام الرياضي بتشتغل ضد الأهل تتفق ولا تختلف معي في الحتة دي لا أتفق معك لأنه بيبقى فيه أحيانا تحامل أنا أتكلم على قناعات الجماهير ده مش رأي الشخص أيوه أتكلم على قناعات الجماهير الجماهير برضو لازم نراعي أنت الإعلام ده كله ما هو للجماهير يعني ما فيش إعلام رياضي لوحده كده تطلع تقول أي كلام بس كمان ما تشتريش أنت يعني ولاء الجمهور لك كمحلل بأنك تهين الآخرين ما أنت ممكن تتكلم برضو كلام على فكرة محترم جدا وتشجع فرقتك جدا وفي نفس الوقت ما تخليش الأمور تختلط يعني يبقى عندك نوع من أنواع الإيه مش عارف أقولها إزاي بس هي هي كمان ما تتشرحش للأسف الشديد يعني بقولك إحنا مثلا طول عمرنا في جريدة الأخبار مثلا كنا انتماءاتنا فيه ناس انتماءاتهم أهل انتماءات زمالك وهكذا لكن لما بتمسك الألم لازم تبقى ملتازم بحاجة معينة لما تطلع على شاشة أنت طالع في شاشة قناة الأهل ده شيء جميل إنما أنت بتتكلم برضو في النهاية على ما تشكورة وبصرف النظر حقيقة في حتة الإعلام دي أستاذ جمال أنا أحب جدا 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 يعني وإحنا بمتدي موسم إن كان لها إن أنا أوجه رسالة لكل زمل اللي شغالين في كل المحطات وكل برامج المتخصصة في الشأن الرياضي وكرة القدم تحديدا يعني وضيفهم من محللين ولعبين سابقين وخبراء في اللعبة إحنا بنأثر بشكل كبير جدا وصوتنا ورسالتنا ومنهجنا وطريد تفكيرنا بنأثر بشكل كبير جدا في قطاع غالبية العظمى من الشباب الصغير وبالتالي التأثير ده حجم التأثير ده مهم جدا وكبير جدا وإذا كان إيجابي فهو هيخدنا ونطلع لقدام وإذا كان سلبي فهو بالتأكيد هيخدنا ونرجع لأهرة في قدر كبير جدا من المسئولية أتمنى لكل الناس اللي بتظهر على الشاشة أين كان موقعها إنها تقدروا وتخط في اعتبارها الأجيال اللي طلع إيه هي القيم وإيه هي الثقافة اللي إحنا عايزينهم يطلعوا أو يطربوا عليها الجزء ده من المسئولية يغير بشكل كبير إنت لن تكسب مباراة بالإعلام فقط يعني شتكسبه مجرد أن أنت توين الآخرين لا أنت الأول تركز في الملعب ده أساسي جدا ثانيا هناك بعض الأصوات برضو العاقلة في الإعلام الرياضي بعض الأصوات نتمنى أنها تبقى الأغلبية عايزينها الأغلبية عايزينها الأغلبية لأن أنت في النهاية أنت هي منظومة عمل وحدة صحيح نتمنى يكون موسم موفق وبطولة تظهر بشكل قوي وبشكل ممتع تكون نسخة أفضل من كل نسخ السابقة على كل مستويات مسؤولين إدارة أجهزة فنية لعبين وجمهور وإعلام رياضي نتمنى الحقيقة نشوف صورة أفضل من الصورة أهم حاجة أنت عايز كمان لازم نقولها أنه جمهور الآلي ينتظر من فريق النادي الآلي الكثير إن شاء الله بإذن الله فالناس مستبشرة خير الموسم يعود فيه الأهلي لمكانته الطبيعية أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا في السادسة بكرة حلقة خاصة بس لمبارات الأهلي والإسماعيل وانطلقت المشوار في الدولي وكل اللي أنت عايز تقوله عن الأهلي والدرويش هلتكلم فيه في حلقة بكرة من السادسة تحياتي لحضراتكم